النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من قهر الرجال أبين لك مسألة قبل أن أدخل في اسم من أسماء الله عندنا كيد نساء وقهر الرجال عندنا كيد نساء وقهر الرجال هل سمعت يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كيد النساء لن تسمع نعم إن كيد كنا عظيم نعم وأثبت الله عز وجل شانه بمجرد إقرار زوج زليخة أن كيد المرأة عظيم إذن كيدها عظيم لكن هل سمعنا أن المرأة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كيدها لن تسمع لماذا يا تراء لأن المرأة مهما كادت تبقى في جوفها الرحمة مهما كادت ربما تقول كيف يا شيخ في جوفها الرحمة ويسجنت يوسف عليه السلام أقول نعم ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم بالعلم وللعلم أن الذي يريد بالأهل سوء ما جزاؤه القتل أليس كذلك ومع هذا ماذا قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم لماذا خشيت عليه القتل رغم أنها كادت له فتبقى ويبقى كيد المرأة وإن كادت يبقى يوجد بذرة رحمة يوجد فيها نبض الرحمة لهذا ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من كيد النساء لكن في المقابل يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن بمعنى آخر اصرف فقط ابعد لكنه ما استعاد لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك من قهر الرجال لماذا؟ هل تأملت لماذا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من قهر الرجال؟ لأن الرجل إذا قهر أو قهر يقتل دم دمار خراب سرقة انتقام هكذا يصنع الرجل ربما المرأة إذا رأت دمعة الرجل خلاص ذهب الكيد لكن الرجل لن يذهب الكيد حتى يرى دم أخيه لعلمت لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من قهر الرجال هذه مقدمة ما معنى القهر أو القهار معنى الغلبة الاستيلاء القدر على الشيء فالله سبحانه وتعالى من أسمائه القهار الله أكبر القهار هل قهرنا رب العباد؟ نعم بماذا قهرنا ونحن على الإسلام بماذا ونحن نسجد له ونحن نقول لا إله إلا الله بماذا قهرنا لماذا هل نحن نعصيه؟ نعصيه لكنه قهرنا بماذا قهرنا قهرنا بالموت وهو القاهر فوق عباده قهرنا بالموت سبحانه وتعالى الملك يموت المملوك يموت النبي يموت صلواته ربي وسلامه عليه ومن كذب بالنبي وعلى النبي أيضا يموت مسيلم عليه من الله ما يستحق مات ومحمد الصادق المصدق الصدوق صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو القاهر فوق عباده لهذا معنى القاهر هو الذي له الغلبة والاستيلاء لهذا أين الغلبة؟ قال أهل العلم في الظاهر والباطن يقدر علينا ظاهريا حتى في داخلنا أسألك بالله ألا يستطيع رب العباد سبحانه وتعالى أن يدمر أمة في طغيان الماء إنّا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ألا يستطيع الله عز وجل شانو أن يصنع هذا؟ نعم يستطيع ظاهريا ويقهرنا ظاهريا بأن يرسل علينا الأمراض ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يستطيع أن يقهرنا سبحانه وتعالى بأن يرسل علينا أمراض أو بئة أليس كذلك؟ نعم لكن أيضا يستطيع رب العباد أن يقهرنا حتى في باطننا يتوقف القلب يمنعك من النفس يبتليك بالأمراض بالأوجاع بالأسقام يبتليك بأخذ بصرك بأخذ حبيبتيك يبتليك بأخذ سمعك ألم يقهرك رب العباد لهذا وهو القاهر فوق عباده لكن العجيب ربما تتساءل لماذا رب العباد لم يقهر الآن الكفار الكفار علينا قد ظهروا وظهروا الكفار علينا أيضا قد سيطروا فلماذا لا يقهرهم رب العباد القاهر في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى أهل الكفر من أنكر وجود الله سبحانه وتعالى أو عبد سواه أو جعل له شريكا والعياذ بالله أو صاحبه سيقهرهم سبحانه وتعالى بأن يجعلهم في نار جهنم لا ليس هذا الأدهى والأمر بل إن أعظم العذاب أيضا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لن يروا من يعذبهم سبحانه تصور أنت لا ترى من يعذبك تصور أنت لا ترى من وضعك في النار أليس هذا من العذاب وهو القاهر فوق عباده لهذا المسلم مهما رأى من جرم على الإسلام وأهله فليطمئن لأن الله سبحانه وتعالى هو القهار والغلب له ولدينه سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة فاطمئن فإن الله عز وجل لشانه توعد بنصرة هذا الدين وكل المظلومين لهذا اطمئن ترجمة نانسي قنقر